أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان جمهور النادي الأهل العظيم انبرح كنا بنقول يا رب النهاردة في الظروف الزايدية بنقول الحمد لله بنقول ماتش وعدة بنقول هارد لك للنادي الأهلي واللعبته للجهاز الفني عايز أقول لحضركم على حاجة سواء كنا كسبنا النهاردة سواء اللي حصل النهاردة في كل الأحوال لعبت الأهلي بالجهاز بمجلس الإدارة بيقفل دايما على الصفحة فهو دوت اللي احنا متعودين عليه خلاص صفحة تقفلت بنستعد للفترة اللي جاية الفترة اللي جاية صعبة مش هينا فترة محتاجة الفريق يرجع تاني وبسرعة زي ما عودنا دايما للانتصارات وده مش بعيد ولا صعب على النادي الأهلي ولا على فريقه بس احنا لازم بنتعلم يعني احنا بنتعلم من مباراة زي دي بنواجه نفسنا ده اللي النهاردة حصل وحتى في المكسب اللي قبل كده لازم بنقول انه ده درس مهم لنا جدا يا جماعة خصوصا للي حصل النهاردة الكورة في أفريقيا اتغيرت تماما الكورة الأفريقية مستواها ومستوى الفرق فيها تطور بشكل كبير خلص ما عادش فيه حاجة اسمها فريق صغير وفريق كبير الكل عايز يكتب اسمه في سجلات التاريخ النهاردة الكل عايز يعانق الأميرة السمراء والأميرة الأفريقية بس طبعا ده مش سهل ومش هين زي ما قولنا ومش أي فريق يقدر يكمل المشوار ويكون عنده استمرارية لحد ما يكسب اللقب القرده طبعا هارد لك لفريقنا هم أكيد يعني اتعلموا من اللي حصل وأكيد درس هيتحط قدام عينيهم يعني خلاص تباعا لتكملة هذا المشوار ويعني النهاردة يمكن موسيماني عنده كلام كتير جدا توقف عنده وإحنا كمان هنتوقف عنده هنا في البيت الكبير